السلام عليكم ابنتي أنا مامة إلياس أنا أستاذة التعليم بيتدائي هذا العام خرجت القاعد سنة 62 سنة عندي الوليد الكبيرة مجوجة والبنيتاتي الكبيرة مجوجة و هذا هو صغر عندي زيد في 2000 هذا بدخل في عشرين سنة هذا الوليد أوتيست عنده إعاقة دينية العميقة و قاعد ابني في الضار أنا غيب بوحدي أنا وياه مطلق هذي فوقسي سمح فيه سمح فيه تأخوته بجرد المشاكل اللي كيدير في البيت ما بقعوش كي يزور نتحد وما بقيت كنمشي نتشي حد بسببه ما عندك فين تسافري ولا فين تمشي هذا الولد ما قلاني نتحرك وأنا خدامة وكان نقلب في أي بلاسة بين حتى هذا الوليد عد ابني كي يضربني فيه العنف وكان خاف عليه كان خاف عليه أنا ماليا فيه ما خصو التشغير وإني الطبيب النفساني اللي دو وزد عنده تيقول لي بأن هذا الولد طلبية ديالك اللي تربيتها في الصغر ما كنتيش معها سعري ما هذا هو السبب اللي خلاه من الكبر ولا كي ما كيسمعش ليك وكي نرد الفعل شوية صعبة عليه أي حاجة بغاقس كيف الحين ما لبيتش طالب يضربك وبقي غوت معه بحكم عنده تأخر طف النطق البروبلم ديالو مني تزاد في الكوشمو زاد مخنق بالكوخدوم بلي كالما الأكسجين ما دارش في الدماغ بقى عنده غوتار مونطال صوف خون سنيونا طالة دو السبب لي شرحوا لي الأطيب بقى ديالو بقى آفي بقى عنده غوتار حتى الدابعواز دباصل 20 تون جميع الجمعية تطرقتها دي الأطفال التوحود كي قبطوا واحد المدة معينة ومبعد كي تلقوا ليت يقول ياد الوليد فيه العنف وما كي قبطيش عنده تأخر قبير كان ولدي في واحد الجمعية كنت كان في واحد الجمعية كنت كان في واحد الجمعية في لونطن كاتخوها ككوة لكن منين بداتي يكبروا اللي عندهم قال ياد الولد بداتي كبر وكيدين مشاكين مع الوليدات في الجمعية كيدرب دراري وكيف ترانسبور يضربهم ولا يبدأ يغويت يقطع لهم الارضويات المهم ما قبلوش لي ولد كان قلبه وكانترق الأبواب ومشيت العمالة واني كان دباع حالي انا سجلت بواحد الصنطر الصنطر ديال تكويل مهاني ديال الاطفال ديال الاحتياجات الخاصة ولكن ما الولد مني شافوه في الإدارة قال ياد الولد عنده تأخر كبير ما غايكة بتيتش حاجة كتير ما نمزوقة فيكم غير غير تقبطو لي ولا يبقى مليوح في الشارع جميع الجمعيات ما قبلوش ما بغيتوش يطلح واني ادلهم عندي تقاعد اخر سنة في العمر ديالي في العمل الميداني وما ادلوا لي ادنا هزالية انا ماليا فيه وبقى مسامح فيه نهائيا انا لي هزال سيقولينا انا مولديش وقدرتاني يتحجير هلاد الوليد في المحكامة واني هزال جميع المصاريف دياله سواء الدواء درسوية صعيب وغالي وما كيتكلمة الا بالدواء وأحياناً ما ينعش الليل كله ما ينعش ليه نوي بلونش ليلة بيضاء ما ينعش والطبيب واللي يعطاني الدواء باش يفديه ناس وباش يتكلمه كي يرس الجاج الجيران يدقوا عليها يقول ياد الولد صدعنا كي بقى يضرب البيبان يضرب الشراجم ويجرح يدو وكن خف عليها وغيرنا بوحدي تنولي الجيران كندق عليهم ويجول عنديهم اللي كيفقوني ومالي كيساعدوني الله يجزيهم بخير ورغم أنهم تشكوا منهم ماشي سهل ماشي سهل ولكن رحموني مني شفوني بوحدي بالحيوط هيرانوية واللوتي يقولوا لي هاد الولد راعاني في شنهاري قتلك شوفي ديري ليش يحل شوفي ديري شي حلوش احنا غادين بقى ديما أو غادين يكبر تيزحح هو صغير ولكن أنا يتنكبر أنا زحتي كتسالي أنا اثنين وستين سانة أنا غادة في ضعف ما شيف القوة وهذا أنا كنطلب المساعدة نطلب الله يدلي يتويت الخير أنا أولادي أنا عندي عندي الوليد الكبير عندي ولدي الكبير طليت فيهم وصبرت عليهم كل لقت وبقيت شدهم بسناني ما تجوّجت موالا بقيت خدامة عليهم مهزم فقريتهم الولد الكبير قريته تخدم وتجوّجت لي على الراسية قدام الناس والعائلة بالشان ديال وكذا لك البنت ديالي تيش دات الإيجازة وخدمات وتجوّجت تيارة وفضالة ولكن ما كيسوّلوش عليّا نهائيا فاش كنسوّل اليوم تنقول لما جوا والدي غير عاوني في خوك تيقولوا لي يا أماما أحنا قنالك شحالة هذه الولد واعر وغادي كبر وغا تحليفه انتي بوحدك نهائيا فاش كنسوّل اليوم نهائيا فاش كنسوّل اليوم كنسوّل اليوم كنسوّل اليوم ولكن مرات الميناج أشغل يدّل لي نرى الليل كنخاف الليلة نرى الرعب عندي ما الليل ما كنقدرش نعسي بوحدي تنعيتي للجينان أقول لي لأولاد الجينان كانوا يبقوا معايا في الدرد كنسوّل ينعسعد كنسوّل يمشيوا وده بحالي أنا نهائيا واحد ختيلي عيط لها يلي بركة معايا ومعاوناني معايا كتستعمل معايا العنف حد باش كيخاف منها كيخاف منها بواسطة العنف هي ضبطاته ضبطاته أنا سافي سيد قوته باش نضبطه أنا ما كنقدرش أنا معييتش بولدي لحول صنقا ما بيتلحول لفص بيطار يتوسخ لفش خير يموسخا أنا ماليا فيه أنا بيت يكون في شبلصة اللي يتوحد مكي لحول هذا أنا ماليا فيه اللي شافني تقولي يا دولد غايضي على سيبتين تي أمو وماليا فيه هم ولفني مولفني أنا بغيت شبلصة اللي ارتاح فيها ولدي ونرتحتها أنا باش نكون مرتاحة ودامير ما يعدبنيش لأنني أمو هو ولدي وكبدادي يقالي ما بغيتش أنه نلوحه قرأني هزها بسناني وما خليت أوليد تجهد أنا شدني خوف كبير الأعمار بيدي لها بنتي الأعمار بيدي ولكن هوتي كبر وانا كان كبر وما عرفش شكولي غايض من لها الوليد شكولي غادي شكولي غادي يطهل فيه واش غادي يتلح في الشارع أنا ما بغيتو شي يتلح في الشارع بثلي بالأصال في يد أمينة فيها الرعاية الإنسانية لأن هذا الوليد ما عمره خرج الزنقة ولدي ما كيحرش الزنقة ما كيلاعف الزنقة ما مسيباش كان خاف عليه كان خاف عليه المدرار يتفلوا عليه كان خاف عليه من مصائب ولا يتودر ما كيحرفش يهدر عنده تأخو في النطق كيهدرش كلمات بسيطة ما كنفهمه غيرنا الناس ما كيفهموش إلا القليل القليل اللي كيفهمو أدو ولدي ما كيمشيش للزنقة نهائيا ولد دارهم ما عمره خرج الزنقة ولا تلقتو نهائيا ودبانا كنطلب كنطلب الناس المحسنين واللي فيه الإنسانية وسمع هد الصوت ديالي والمنادد ديالي وبيرحمني ورحم هد الوليد أنا ما بيتوش يديع بيتو اللي نخطوفش أيادي آمينة اللي ما نخافش عليه اللي طالله فيه ما قدرش باقي نخليه معي لأنني أنا كنعيش فيه خطار اللي جا شفني تيقول لي هذا الولد شين عاري قتلك ديري حل ديري حل شفك يديري لهذا الولد ونا را ترقت الأبواب ترقت الأبواب جميع الجمعيات يقول لي هذا الولد ماشي بلستو الجمعية الخير يلا هاديك موسخين وما دي وولدك نقي وماشي ديال هاديك شما مرشفش الزنقة ولا الشارع موسيقى موسيقى موسيقى